أهلا بيك في حلقة جديدة من OctoCode دي تاني حلقة في سلسلة أساسيات البرمجة الحلقة اللي فاتت عرفنا إزاي الإنترنت بيشتغل وعرفنا إنه عبارة عن سلك كبير رابط كمبيوترات العالم كله ببعضها وأخذنا جولة تحت البحر شفنا فيها الكابلات اللي بتربط الدول ببعض وعرفنا بعض المفاهيم المهمة زي الـ DNS Server الـ IP Address وإيه الفرق بين جهاز السيرفر و جهاز الـ Client ولكن انت كان عندك سؤال من الحلقة اللي فاتت انت سألته لي ولسه ما جاوبتكش عليه فاكروا كنت بتقول لي يعني إيه السيرفر عليه ملفات الموقع وإيه الملفات اللي أنا بحتاجها أصلا علشان نفتح موقع معين فاكر طيب تعال بقى ناخد الجولة الحلوة دي مع بعض احنا قلنا إنه لما بتلاقي الـ IP الخاص بالسيرفر اللي عليه الويبسايت بيديلك كل الملفات والبيانات اللي المتصفح بتاعك محتاجها علشان يعرض الموقع على إشياجة عندك الملفات اللي انت بتاخدها من السيرفر دي عبارة عن 3 أنواع من الملفات مش نوع واحد نوع منهم اسمه HTML ونوع اسمه CSS ونوع اسمه JavaScript ما تتخدش هنعرف ايه دول بالتفصيل دلوقتي وبتشبيهات حلوة تعجبك ان شاء الله وهتبسط لك الأمور جدا طيب ايه بها الملفات دي وبيعملوا ايه وليه 3 أنواع من الملفات أصلا مش نوع واحد هوا مكناش يعني قادرين نخليهم كلهم ملف واحد ونعرض الويبسايت من خلاله انت كده تبقى عملت زي دخل مدرسة وقال لك الله وهو ليه في وظائف كتير هنا مدرسة يعني مدرس وطالب ليه بقى فيه مشرف وفيه أخصاء اجتماعي وفيه ساعي وفيه مدير وفيه محاسب وا 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 ما تختصرون الناس دي كلها عم في وظيفة واحدة وخلاص طبعا ما ينفعش كل واحد في الناس دي بيؤدي وظيفة مهمة ما ينفعش غيره يؤديها عنه وتواجدهم كلهم مع بعض هو ده اللي بيخلي المكان ده اسمه مدرسة وكذلك انواع الملفات اللي قلتلك عليها دي كل واحد فيهم برضو له وظيفة ما ينفعش غيره يؤديها عنه واجتماع التلات انواع دول هو اللي بيخلي الويبسايت ويبسايت طيب برضو بيعملوا ايه بقى الانواع دي ايه وظيفة كل واحد فيهم يعني بص يا سيدي الملفات اللي من النوع HTML وهندرس ده تفصيلا هو وبقية الانواع ان شاء الله ما تستعجلش امشي معايا في الرحلة الملفات اللي من النوع ده HTML دي هي المسؤولة عن محتوى الموقع يعني الموقع مثلا فيه مقال وفيه زرار تحت المقال بيقول اضغط هنا ده اسمه محتوى الموقع النصوص والصور اللي في الموقع مثلا بس هل الموقع عبارة عن شوية نصوص وصور مرميين كده وخلاص الهجابة طبعا لا لو تخيلنا اي موقع في الدنيا عبارة عن بيت فملفات ال HTML دي نقدر نشبهها بالطوب والحجارة اللي البيت مبني منها مستحيل البيت يتعامل من غيرها بس مش هي البيت كله لا دي الاساس فقط اللي بنحطه في البداية للبيت وكذلك ملفات ال HTML هي برضو البنية الاساسية بتاع الويب سايت بتاعنا بعد كده البيت اللي انت بنيته بالطوب ده محتاج ندهن الحوائط بتاعته بلون معين محتاج نخلي شكل الابواب بشكل معين والشبابيك كمان بستايل معين وهكذا الدكورات اللي بتنقل البيت بتاعك ده من مجرد طوب الى شكل منزل بجد دي هي وظيفة الملفات اللي من النوع CSS وبرضو هنفهمها تفصيلا ونتدرسها بشكل يعجبك ان شاء الله احنا هنا بنأسس بس طيب ملفات ال CSS دي هي اللي بتقولي الويب سايت ده الوانه عاملة ازاي وحجمه لون الخط مثلا ايه الستايل بتاع اللينكات ايه الزرير اللي جواشك لها عامل ازاي وهكذا يعني مثلا زي ما ان اش جه شاف اللي انت بنيته بالطوب وامدهنهولك وعمل لك الوان حلوة وستايلات عجبتك برضو ال CSS بتيجي تشوف ال HTML اللي انت عملته ده والمحتوى الاساسي بتاعك وتقولك خليني بقى اتعامل معاه واخلي شكله ويب سايت ابن ناس وكويس يعني احنا ممكن نستخدم HTML اننا نحط زرار في الصفحة مثلا وتقول CSS هي اللي تخللنا الزرار ده مثلا لونه كذا وحوافه مدورة والكلام اللي جواء الخط بتاعه كذا دي وظيفة CSS الدكورات بتاع الموقع طيب تمان البيت بننا بالطوب وعملنا له الدكورات بتاعت الالوان والشبابيك والابواب وكل الستايلات هل كده البيت خلص؟ طبعا لسه فاضل اهم حاجة محتاج احط لمبات ومحتاج سويتش لما اتك عليه النور ينور او اتك تاني النور يطفي محتاج بتجاز لما اتك عليه سخل الاكلة محتاج لسه حاجات كتيرة جدا تخليني اقدر اتفاعل مع البيت بتاعي هو اه بقى شكله بيت وجميل وكل حاجة بس علشان يبقى بيت بجد محتاج اتفاعل معاه هو ده بقى بالضبط دور ملفات الجافا سكريبت اللي برضو هندرسها تفصيلا ان شاء الله ملفات الجافا سكريبت دي هي اللي بتخلي الويبسايت له وظائف يعني مثلا موقع زي الفيسبوك شكله حلو كموقع وكل حاجة بس الجافا سكريبت هي اللي بتحوله من مجرد شكل ستاتيك ثابت يعني الى حاجة بنتفاعل معاه اقوله لو ضغط على الزرار ده اعملي لايك مثلا لو حد التكه هنا وكتب حاجة ارفعها كتعليق المستخدم عاوز يرفع صورة وماله خليه يرفع صورة دي اسمها وظائف الجافا سكريبت بقى هي اللي بتعمل الوظائف بتاع الموقع دي يستخدم قادر تتفاعل معاك يعني لو رحنا على اي موقع جوجل مثلا اول ما نروح عليه المتصفح بتاعي هيستقبل الاول ملفات اتش تيم ال البنية التحتية بتاعته ماينفعش الموقع من غيرها وهيزهر جوجل بالشكل ده عبارة عن صورة اللوجو ومكان للبحث وزرارين وبعدين البراوزر هيقرأ ملفات السي اس اس الخاصة بي بتاعة الدكور بقى فيقوم شكل الموقع يحلو ويبقى كده شفت نظف ازاي مفيش حاجة زادت على الموقع هو هو بس بقى شكله احسن جميل كل ده بيحصل في لمح البصر انت مش بتشوفه بعد كده البراوزر بيحمل ملفات الجافا سكريبت اللي بتخليني اقدر اتفاعل مع الموقع بقى فاقدر بسهولة اكتب اي حاجة في البحث وادور عليها فتعالا كده نكتب له الحاجة الزريفة دي بص كده هكتب ايه جوجل في 1998 ابقى اجرب انت كده دي عندك لو كتبت جوجل في 1998 ويتكيت انتر حيقوم محول لك الشكل الى الشكل القديم بتاع جوجل اللي بدأ فيه في 4 سبتمبر سنة 1998 طيب فقدينا عرفنا التلات انواع للملفات اللي بنستقبلهم من السيرفر عرفنا هم ايه ووظيفة كل واحد فيهم ايه احنا دلوقتي بقى معانا شوية معلومات تخلينا نبدأ نلعب كده ونعمل تركات لو فتحت المتصفح بتاعك مثلا وروحت على اي موقع انت بتحبه انا مثلا رحت على الصفحة دي فيها خبر عن بيل جيتس لو جيت التكيت على النص كده كليك يمين واخترت inspect يعني فحص ما تحفظش الاسامي دلوقتي ده بيفتح لي حاجة اسمها ادوات المطور دي ادوات جوجل وكل المتصفحات بتوفره لك علشان تساعدك في حاجات كتير هنتكلم عنها تفصيلا بس جوجل افضلهم في ادوات المطورين بصراحة فلو مش عندك كروم نزله لانك هتحتاجه طول ما انت بتطور مواقع طيب زي ما قلتلك ادوات المطور دي هنفحصها بانايا بعدين بس احنا النهاردة هنعمل حاجة بسيطة جدا شفت انا لما اتكيت على الكلام هنا كليك يمين واخترت inspect ام جوجل معلملي على جزء كده معين من الكود هو ده الجزء المسؤول عن الحتة دي في الويب سايت حتة اللي انت تكيت عليها كليك يمين الجزء ده من الكود هو ده المسؤول عنها لو بصيت كويس كده ودققت النظر هتلاقي الكلام المكتوب في المقالة مكتوب هنا برضو اهو لو اتكيت عليه double click ممكن نعدل الكلام اللي جوه ال HTML ده نخليه يقول اي حاجة بص نخليه يقول ايه مثلا بيل جيتس يجبر ابنته على التعلم من octo code بالرغم من انها لا تتحدث العربية اول ما تكيت enter بص بقت هنا على الويب سايت اهيت ودي طريقة بسيطة كده تخدع بها حد ما يعرفش الحاجات البسيطة دي او ما خدش الكورس ده ممكن تغير اي نص في اي موقع تخليه يقول اللي انت عاوزه وتقول لصاحبك اللي هي جنبك بص مكتوب اي او تاخد منها screenshot بس اخد بالك انت بتغير هنا في الملفات اللي عندك انت اللي المتصفح بتاعك انت استقبلها من السيرفر مش بتغير في الملفات اللي هناك في السيرفر نفسه لا انت بتلعب في النسخة اللي وصلت لك انت بس يعني لو اتكيت refresh وقلت للمتصفح حمل من تاني فلما المتصفح يجيب الملفات تاني من السيرفر بعد ال refresh تلاقي كل حاجة رجعت لاصلها حلو كده؟ طيب في الحلقات الجاية بازن الله هنبدأ نتعلم مع بعض ازاي نكتب اكواد html و css و javascript علشان انت كمان تعمل الويب سايت اللي انت عايزه ما طولش عليك بقى واسيبك هنا واشوفك الحلقة الجاية بإذن الله شكرا لمشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته